السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 23 أب أغسطس طبعا من شهر ثمانية اليوم بتكتركزه بشكل جيد لأنه اليوم في عنا حدثين صعبين شوي ونزلت حلقات عنهم موجودة على القناة اللي هو أول حدث انتقال الشمس لبرج العذراء وبرضو اليوم تراجع عطارد في برج العذراء وبرضو عندنا الزهرة بتتراجع في برج الأسد بدأت الكواكب الكبيرة بالتحضر لعملية التراجع يعني في أحداث قادمة الله يستر منها طبعا اليوم القمر زي ما حكينا موجود في برج العقرب راح يظل موجود في برج العقرب لغاية صباح يوم الغد الخميس الساعة ثمانية وسبع دقائق بنتقل القمر من العقرب لبرج القوس يعني اليوم القمر في العقرب بما أنه القمر موجود في برج العقرب اليوم معناته منكون اليوم يعني أكثر تطرفا في تصرفاتنا اليوم أكثر بكثير من يوم أمس ما فيه عندنا حل وسط يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعد بالانتقاد والغيرة وحدتهم والحساسية العالية وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وضع ضغط عاطفي محبط طبعا هذا الكلام لجميع الأبراج بوسعنا اليوم الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتأمين أو شركات التأمينات وهذا اليوم ما يعني إلا اللي بدي يقرأ رواية بوليسية مثلا أو مشاهدة في المغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت والاهتمام بالعقارات مناسب لهذه الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهراء هاي الزاوية دروتها رح تكون الساعة أربعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم في هاي الفترة بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بصير في عنا رغبات ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية أراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها أي شخص دون أن تشعروا بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون دروتها ساعة أربعة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن يعني تقبل نقبل اقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة وبدنا نحذر من النصابين والمحتالين الحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو انتقال الشمس اللي رح تنتقل لبرج العذراء طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة اللي ما حضرها يحضرها لأنها هاي تقريبا نقدر نحكي توقعات شهر من خلالها بتعرف هذا الشهر بيركز على إيش على حسب برجه الشمس رح تنتقل من برج الأسد لبرج العذراء الساعة تسعة ودقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء ورح تستمر بوجودها في برج العذراء لغاية الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة صباحا من صباح يوم ثلاثة وعشرين تسعة وبما إنه الشمس رح تدخل على برج العذراء معناته عيد ميلاد العذراء فمنقول لا أحبنا موليد برج العذراء كل عام وأنتم بكل خير بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة خمسة وثلاث دقائق بعد العصر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقاب النفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة مساءً بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فم يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الأطوار وممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن نتعرضنا للفراق الحدث الثاني اللي رح يصير اليوم اللي هو تراجع عطارد في برج العذرة طبعا عطارد زي ما ذكرنا في الحلقة المنفصلة اللي لها علاقة في الأخبار الفلكية في تراجع عطارد الحال بكل تأثيراته والتحذيرات من هذا التراجع إنه كوكب عطارد عادة يتراجع ثلاث مرات في العام لكن هذا العام تحديدا بدأ بتراجع وصار في عنا تراجع في تقريبا هو التراجع الثاني ومن بداية العام كان تقريبا يعني في برج الأول كان في الجدي يعني بدأ العام وهو بيتراجع في برج الجدي بعدين التراجع الثاني صار في برج الثور بعدين هسا التراجع الثالث في برج العذرة وفي نهاية العام في عنا كمان تراجع يعني رح ينتهي العام وعطارد بيتراجع رح يكون يتراجع في الجدي بعدين رح يرجع للقاوس يعني بمعنى آخر الله يستر من الجاي بما اللي بتعلق طبعا بالتراجع اليوم اللي رح يبدأ اليوم هو تراجع رح يبدأ الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعة ثلاثة وعشرين ثمانية ورح يستمر التراجع في نفس برج العذرة حتى تمام الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم خمسة عشر تسعة يعني ثلاث أسابيع بنصح الجميع للاستماع لحلق التراجع عطارد السلبي اللي موجودة على القناة لأنها يعني إذا انتبهت لها وانتبهت لمحتواها بتقدر تتفادى كثير من المشاكل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء عشان يقدر تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة بملف بمراجعة بنك بترتيب حسابات لا إلك ولكن احذر من المحتالين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم وتعزيز شراكاتكم بدكوا تحفظوا على هدوء أعصابكم هنا برد صوتكم ما تعرض لقاءك للفشل هاي الفترة بتحمل توتر لأنها يعني تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطا لما بيكون القمر مقابلك ولما يكون موجود في بيت متاعبك عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك مش هادئة فعشان هيك احذر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم وتنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن اليوم تعيد ترتيب الأوضاع أو تتحسن الأحوال ولكن ابعد عن أي مشاكل ممكن تصير ما بينك وبين زملائك أو ما بين زملائك بالعمل طبعا وما بين زبائنك بالعمل أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وتعتبر هاي الفترة يعني فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهمش أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة أو هذا اليوم من أجمل أيام الشهر أكثرها حظا وخصوصا إذا ضبطت أعصابك وما حاولت تفرض رأيك على أحبائك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على طبيعة مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لا تقارب من أفراد العائلة أو لمد يد العون لإلهم حاولوا أنكم ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن تبدو قلق أو تتدمر لقل إشارة فعشان هيك بدك تحذر أثناء تعاملاتك العائلية أو في البيت ممكن تظهر بعض الأشياء التي تستفزك فضبط الأعصاب مطلوب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات والتناقلات والاهتمام بالسيارات والإلكترونيات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول ولكن في بعض الأوقات ممكن تعصب أو تتكلم كلام ينفهم بطريقة خاطئة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي ابتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك واضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة الأجواء جيدة على المستوى المالي فعشان هيك برضو بدك تحذر من النصابين والمحتالين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكم نشاط وحيوية عالية جدا وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها نهاد دعم من مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وابتنتعش العواطف وابتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى أو مفاجأة سارة أو ربما تفرح لحدث كبير أنت بال يعني بتظلها فترة ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لغاية من الآن ولغاية صباح يوم الغد الخميس القمر رح يظل موجود في بيت المتاعب عشانكم نعتبر هذا اليوم يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فلا تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضوض معني ما بدها مجازفات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية حاول أنك تقتنس الوقت المناسب لا إعلان رأيك للحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة ولا تنسى أنه هذا يعني شوية هيك يبدها حذر من ناحية العصبية وفرض السلطة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا أيضا في إثبات جذارتكم وليل رضى المسؤولين حافظوا على هدوكم ما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك فلا تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظوا على رصانتكم وتمسكوا بمسؤولياتكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعر بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار في يعني يعتبر يوم مميز لهذه الأمور وعندك نشاط عالي جدا ويعتبر هذا اليوم بشكل محطة جديدة في حياتك إذا استغلته طبعا بشكل جيد جيد للامتحانات والمقابلات والأمور العاطفية زي ما ذكرنا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر